عمليات تهريب وصفقات فساد واستنزاف للحقول النفطية الخاصة بشركة صافر وبداية لانهيار أهم الموارد الاقتصادية للدولة هكذا هو الوضع في حقول نفط مأرب التي يقول اقتصاديون إنها تعيش تدهورا منذ أربع سنوات في الجديد أظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات تهريب للنفط الخام من حقول ريدان وآزال ونقم وشهارة في مأرب وبأدوات لا تمتلكها غير الشركات النفطية الاقتصاديون وناشطون استنكروا عدم قيام الجهات المعنية في شركة صافر والقطاعات العسكرية والسلطة المحلية بواجبها في وقف عمليات سرقة النفط خاصة بعد استمرار تعرض الآبار لعمليات استنزاف منظمة إضافة إلى ضبط شحنات عديدة للتهريب خلال الفترة السابقة عمليات التهريب الأخيرة لم تكن الأولى من نوعها حيث كشفت تقارير ووثائق سابقة أن شركة صافر تتعرض لنهب منظم للنفط الخام بإشراف من بعض القيادات الأمنية المناطبها حماية الشركة كانت الوثائق السابقة أيضاً قد كشفت عن أعمال ابتزاز يومية تقوم بها قيادات في المؤسسة العسكرية والسلطة المحلية في مأرب لنهب النفط وفرض استحداث وظائف جديدة غير قانونية ومخالفة للوائح العمل في شركة صافر تساؤلات عديدة إذن تدور حول تهريب النفط في مأرب واستنكار لغياب الدور الحكومي والسلطات المعنية وجدوى التعويل عليها في تمكين الدولة من استعادة الاقتصاد ومطالبات مجتمعية بمحاسبة المتسببين في العبث وهدر موارد الدولة ترجمة نانسي قنقر